مدام فاطمة والحاجة مرحبا بك على موزيكة فن يا عيشك مرحبا بكم ومرحبا اللي يستمعوا فينا فرحانة برشا كونو رجع العرس السينمائي بمتياز كنقولو مهرجان غيب السينما فن إن شاء الله من 27 ل 2 مايو كنو رجع بك فقط شوية الأجواء البارح للإفتتاح بعيدا على التفيروج بعيدا على البهرج وبدينا في طرح الإشكاليات والمسائل اللي تخص للسينما في تونس الدورة الخامسة المهرجان غيب السينما فن بديت بندوة على السينما الأقلية معانتها بالنسبة للسينمائيات الموجودة اليوم في العالم اللي هي سينمائيات الترفيه والمناصات الرقمية معانتها لوالات موجودة بكثرة أحنا من نول عام وهذا معانتها العام الخامس اللي نجمعه نقوله معانتها عيد ميلاد أولي للمهرجان غيب السينما فن حبينا نفكروا على وجود السينما الأقلية اللي هي السينما المؤلف ولا الفنون البصرية وجود الصورة اللي هي أقلية وثم هايمنة عالمية عليها اللي هي نظرتنا زادة على روحنا جيب السينما فن عنده أربعة قسام معناتها قسم فن الفيديو قسم الواقع الافتراضي وقسم السينما والخصوصية متاع جيب السينما فن اللي عنده قسم يفكر على هذوما الكل وبالنسبة لنا احنا اليوم معناتها السوق ما نتحكموش فيها معناتها الكابيتاليزم العالمي هو اللي شددها والكل نبش أفلامنا تكون موجودة ولا أشغالنا الفندنية تكون موجودة نحبو نكونوا في السوق هذيكا لكن ديما متغشين على السوق هذيكا كيفاش هي اللي تقرر علينا فأحنا قررنا عكس المهرجانات الأخرين اللي موجودين في العالم العربي مع تالمهرجانات المهمة اللي في العالم العربي ولا في أفريقيا وفي العالم الغربي اللي هما ديما ثم سوق زيدا متاع سينما اللي يتبادلوا فيها الأفلام ويتشريوا فيها من الوزعين وحدو كل أحنا قررنا بش نفكروا على السوق هذي الأفليم التونسية عانا هي السينما الس dueس حاجة خاصة للسينما التونسية اللي هم تلاسة أفليم عن تلك السينما السبيسيال هم تلاسة أفليم منتها بالنسبة لنا معانا تزيد فكرة المهرجين في الصينما فان هو ما مركزي معانا الأفليم ما توصلش الغبيس معانا في سينما السAs الأغلبية توصل وقت المهرجين الفليم فبالنسبة لنا فيلم كيف ما أشكال ولا فيلم أيريس حيلي تحت الشجرة حكيت عليه وما وصلش القيبس دونك بالنسبة لنا كان مهم اللي نوريوهم وداروا العالم دايغ معنا تمشيوا لتوكيو والتركيا المصر المغرب برشا بقايع وجمهور القيبس ما شافوش دونك بالنسبة لنا كان هدايا حاجة مهمة وثم حاجة خاصة وأول مرة تتعمل في تونس معنا بصيفة عامة اللي هي شراكة مع بروباقاندا بخوديكسون اللي هما أنتجوا فيلم باستاردو لنجيب بالقاضي سنة عشرة سنين لفيلم باستاردو اللي نجيب بالقاضي ونجيب أعمال دايريكت كوت معناتها دايريكتر كوت اللي هي نسخة جديدة من الفيلم باحتفال العشرة سنين متاع باستاردو وأحنا فكرتنا جيب السينما فان كيما عمناه ولعطينا الفرصة الهند صبري بيش تختارنا زوزة فيلم من تاريخ السينما العربية كملنا في الفكرة هذيك بطريقة مختلفة دونك نحبو نعرفو على تاريخ التاريخ العصري للسينما تونسية فكانت طريقة جديدة بيش نعرفو بيها معناتها الأجيل الأجيل الصغيرة تويكة بيش تتعرف على سينما تونسية وتاريخها شو هو بيش نكون صريحة معناتها بين لاثنين لحكاية احنا جيب السينما فان من الأول الهدف متاعنا وفلسفة المهرجين والنظرة متاع المهرجين هو المحتوي دونك الجمهور اللي معاتش متعود يعمل مجهود لكلنا ولينا في الاستهلاك معانتها معاتش ناخذوا الوقت بيش نتفرجوا ونفكروا معانتها ويقعدنا الفيلم في موخنا معانتك تفرج في فيلم انت على النيتفليكس من غضوان سيتو معانت وما نحكيوش عالي ولا حاجة معانتها عادية تابع حياتنا ومعانتها السينما الترفيه ولا الفنون حتى ما دخلوا في السوق احنا من الأول عام ثم معانتها الفكرة هذية معانتها والديركسون أختيستيك هذية اللي نحبو ان ناخذوا الوقت ونعطيو الوقت للناس بيش تولي تترجع معانتها تخرج من نمط الاستهلاك اللي احنا فيه لكلنا طويك حكية البهرج احنا منش لكلنا فريق وثمه ديمقراطية في الفريق منش لكلنا متفقين ثم اللي حبي يقولك زيدا بشتروج الصورة مهم اللي يكون ثمه تابعوش وثم اللي يقولك هذيك زيدا صورة نمطية اللي احنا جايبينها من أوليوود واللي أوليوود اللي هو مهيمن على العالم أجمع مهيمن حتى في الصورة كيفاش يتقدموا المهرجينين بعدها هو تابعوش بدي بقوليوود وثمه يشوف قديش مهرجين من العالم يعمل تابعوش حتى في غزة اللي هي بو قصة نيذال ما نحطوا تابعوش وقت كان فهمت دونك ثمه فكرة اللي نحبوا نغيروها زيدا ونجموا نكونوا نفرحوا ونحتفلوا من غير تابعوش ونجموا نلبسوا بالنكدي ويجيونا الناس معتهم رحبا بالنس الكل والنجوم زيدا مرحبا بهم ونحن نحبوهم يكونوا معنا خطر هما زيدا في عالم السينما والسينمايين وعندهم ما يقولوا زيدا على الأفلام ما تخطى ثمه السورة اللي هما نجوم ما هما قلت انت مثال عبدالحميد بوشنيق ولا ثمه أميرة الشبلي الناس هذوما الكل عندهم ما يقولوا على السينما ويفكروا معنا التابعوش والبهرج زيدا اللي هو الوضع السنيفي الوضع السنيفي في تونس مختلف معنا ثمه أزمة اقتصادية الأوضاع صعيبة احنا سالة لاغوغا سالة لاغوغا مسكرة في أشغال وقاعدة تتهيئ وبش تولي سالة تمشي على العام الكل أما عنا زيدا سالة أخرى اللي مهمة بالنسبة للمهرجين اللي هو المركب الثقافي المركب الثقافي مسكر وكنجي نشوفه الوضع في تونس ولكل المشكين في قيبس معناتها معناتها دور الثقافة اللي ناشتة وتمشي بالقدي أغلبيتهم معناتها تشوف قفصة مسكر جيبس مسكر مهدية مسكر نيبل مسكر معناتها ثم وضع زيدا صعيب اللي خلينا أحنا أعملنا الاختيار بش نتأقلموا للوضع هذي وإن شاء الله يتحسن خاطر ماذا بينا طوي كان نفهمه زيدا السياسية الثقافية وينماشية خاطر النظرة ما هيش واضحة بالكل وأحنا السيم معناتها كيما قلت أنت ملتزمين وثما أنجاجمون منا أما زيدا منجموش نشد وحدنا معناتها لازم سمى أرضية أقل حاجة في الأرضية اللي تعاوننا بش نكونوا موجودة بدينا بداية معناتها منجموش نكونوا إيكو فراند لمية في المية معناتها قطلك الوضع الاقتصادي سعيب معناش تمويل سنة من عند الوزارة الشؤون الثقافية مثل عنا ما سينسي ما معناش الوزارة ما أعطتناش الدعم سنة هذي يخلي زيدا للإمكانيات أقل هذي من ناحية والإمكانيات اللي أقلت نجم تكون مشكلة بالنسبة لنا كانت فرصة زيدا بش نغيروا العادات اللي ثم برشا كرهب ولي كل شخص دي ما ثم كرهب مستنسين في المهرجين التحقيق تبدأ كرهب على ذمت وإحنا الناس اللي طلعوا من تونس لكلهم طلعناهم في نفس المينيبوس ثم معناتها هذي الكل وفكرنا فيه بش نقصوا مثل الكتالوج ما هوش مطبوع برشا حاجات كيف من هكذا مثلا مشت باب بلاستيك صغار وثم زيدا اللي هو معناتها في التصرف متاعنا بش نكونوا إيكو فرندلي وثم سينما الأرض اللي هو الكمبينج اللي يصير فيه شناني نهار الجمعة ونهار الزبت اللي هو نعديوا فيهم عروض أفلام يتبنيوا معناتها مسألة البيئة ومسألة التلوث تعالوا شوفوا والجوابسية المهرجين هذية ليكم وبين القاعات وفي الشير عزيد الفن موجود هذية الكل وليكم انتوما تعالوا شوفوا